خلينا نروح لكرة اليد سيدات بقيادة الكابتن يحيا يوسف بيستعده بقوة لأصحاب الجاد واسموحة انتوا عارفين طبعا انه النادي الاهلي فاس بكل مبارياته دي طبعا كابتن يحيا يوسف اللي بتكلم مع اللاعبات ده في الجم في النادي الاهلي فاس بكل مبارياته وبيلعب مطش مؤجل مع أصحاب الجاد في الجولة الاثناشر واما مطش اسموحة هيكون في دور الستاشر وقبل نهاية الدور الاول بمطش واحد احنا الحقيقة عملنا طبعا تقرير او رحنا صورنا كاملة الابطار تقرير مع الفريق شفنا بان كتير ما سمعناش عنهم اخبارهم يعني او ما قربناش منهم كاميرا الابطار راح تعملت تقرير مع الفريق خلينا شوف التقييد ارجع لحضركم الحمد لله طبعا الفريق ماشي باخطوات سابتة لغاية دلوقتي الحمد لله لعبنا 13 مباراة الحمد لله فوزنا في 12 مباراة عندنا لسه طبعا مباريات لسه بتالت مباريات لهاية الدور الاول عندنا ان شاء الله الجمعة الجاية اصحاب الجياد مرش مؤجب الاسبوين عشان كان الدنيا اسكندرية مطل وكلا وعندنا السبت ان شاء الله فريق السموحة فريق كويس وبعد كده ان شاء الله جمعة السبت اللي بعديه نهاية الدور الاول مع فريق الشمس صبعا الفريق محترم الحمد لله ان شاف ان الفرق ماشى بخطوات كويسة جدا في الدوري ومنتيجهم كمان تدل وطلقت حتى الدفاع والهجوم كلها ان شاء الله الحمد لله ان هو اتطور وفيه كمان الفترة الجاية كمان هنشتغل على كده كمان الفترة الراحة اللي بعد دور اولا كانت اسابيع فنشتغل عليها والله يا اوه فيه اصابات طبعا في الفريق طبعا فيه اصابات عندي خفيفة ان هي لقدر فيه لعبة بتلعب بيها وعندي اصابات لسه عندي يارش حياته لسه رجع من تأهيل بتيجي معايا يومين في اسبوع بس تأهيل يعني وكده بحيس انها لسه رجع من عملية بلها تاية شهور عندي شاهد الشواربي طبعا سنت الفرود عندها برضو كاد مجديرة في مرش القدم عندي ليلة شريف طبعا سنت الفرود برضو كويسة ومميازة عندها مشكلة في الركبة ان شاء الله هما بدولت في مرحلة التأهيل في خلال ان شاء الله اسبوعين ثلاثة ان شاء الله يبقوا جوة الفريق في المرشاة ان شاء الله طبعا يا ميري ايه ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا اصلا وبالنسبة للمنادي الاهل كله من غيره طبعا ببقى الدنيا صعبة جدا نحن متعودين ان احنا كمان كمان الصلاة والنسبة لكم مليانة بس طبعا موضوع فارس كورونا ده هو اللي نأصل على عدم حضورهم طبعا ان شاء الله لازم تبقوا ورانا دايما وفي ظاهرنا دايما ان انتو الرقم بالاسبان الرقم تمانية في الملعب احنا زرع في الملعب هو الرقم تمانية بتشجيعكو والحافز اللي بتدهونا ان شاء الله موسيقى احنا ماشيان بشكل كويس في الدوري احنا اول الدوري ان شاء الله عزين نخد الدوري السنية بلا هزيمة بساعدين بشكل كويس عندين مباراة يوم الجوم ان شاء الله بعكرا مباراة مهمة يوم السبت مع سموحة والسبت اللي بعدها مباراة مع نادي الشمس ان شاء الله عزين نختم الدور الاولين نكون متصدرين الدوري إن شاء الله. فاستفادتنا لها كلنا هنذاكر كويس للماتشين هناك في إسكندرية وكده ونقدر نلعب جيم كويس ونقدر نكسب ناخد ستة بنت بطوعنا إن شاء الله ونقدر نحافظ على الصدراء بتاعتنا. وطبعا الكابتين على طول بيتكلم معنا كل ماتش بماتش ولي إحنا إيه طريقة اللعب اللي إحنا هنقدر نلعب بيها مع الفريق المنافس لنا وكده. نستعيد ماتش أصحاب الجياد ماتش كويس ماتش مش مش كوي قوي بس نقدر ننفس بيه الشغل اللي إحنا نشغل عليه فماتش يسموحه وكده. نقدر لازم نفاجئ الفريق المنافس بتاعنا إحنا نقدر نستعد لي إزاي يعني. طبعا الروح والحماس فعل فرقة واللي إحنا نكون هدفنا طبعا إحنا لازم نكسب هدفنا أول حاجة اللي إحنا المكسب لنا عشان جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة والجاز الفني طعب معنا وكده. فإن شاء الله نقدر نفرح الناس دي كلها واللعيبة مركزة بشكل كويس جدا في التمارين وبتقدر تقدي بشكل كويس. لا استعدنا كويس يعني حتى كلنا دلوقتي كلاهو كان فيه حد عنده وزن زيادة والحاجة تلقين دلوقتي كله رجع بشكل كويس في التمارين بتاعته بشكل كويس. نستعد طبعا بالكابتن التمارين الدراك والجيم والكده والمالعب فقدرنا نرجع بشكل كويس يعني. هيا خلينا أكد على نقطة مهمة يمكن ناصر قالتها في التقرير الجمعة والسبت أصحاب الجياد وسموح. بطشين وراء بعض هيكون وعدات كويس جدا ليه السبت اللي وراء الشمس. احنا متصدرين للدوري شمس ييجي في المركز التاني. لو كسبنا إن شاء الله موراة الشمس هنعزز صدرتنا للدوري. وكده يبقى بشكل كبير جدا الدوري تم حسم إن شاء الله. ودي تبقى أول بطولة لفريق السيدات اللي قدر بشكل كبير يرجعها ويحتل الصدارة من تاني. يمكن هو ده النادي الأهلي ممكن يبعد سنة ويرجع تاني. أو هو ده النادي البطل ممكن اللي يزار في التقرير أجياء لإصابات يغيب عنه المركز الأول سنة. ولكن سرعان ما بيرجع تاني للمركز الأول. كل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد للسيدات.